مرحبا يعطيكم ألف عافية جميعا متابعين الكرام معكم أنا كوتش أنا سيجريني مجموعة جديدة من مجموعة تمرينات رياضية هعرفكم مع كوتش عودي اليوم رح يكون معنا تمرينات تقويض عضلات الصدر باستخدام الأوزان الحرة كوتش ناخد الدامبلز أول تمريم معنا رح يكون اسمه إنكلاين دامبل بريس من وضعات الجلوس مايل رح نعمل ضغط بتمرين الدامبلز ننزل كامل ونطلع كامل لما نطلع للأعلى كامل نعمل أقصى انقباض تقصيري للعضلات نعمل بطيء ننزل أوسع شيء نعمل فل ستريتش أقصى انقباض تطويري للعضلات الصدر 5 جيد 3 2 1 جيد جيد نعمل تمريم الثاني نعمل تمريم الثاني جيد جيد نفتح كامل نعمل أقصى انقباض نعمل حركة كامل للكتف جيد 5 5 4 3 2 1 نعمل تمريم الثالث نعمل تمريم الثالث ننزل وزن تمريم الثالث سنكون باستخدام البار انكلاين 6 اوصها شوي اوصها شوي نعمل كاميرا نلمس صدر نطلع على استخدام البار 1 2 3 ثلاثة 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 توقف نرتاح بين التمرينات مدلة تقل عن دقيقة نعيد نفس التمرين بالجولة الثانية جيد جاهزين نعمل للجولة الثانية جيد تقل ثلاثة 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 جيد 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 نفس 5 4 3 2 الثانية توقف استخدام البار مرتح قليلا استعد نسك البار أوسع من الكتف أوسع 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 ننزل مدى حركة كامل لجميع المفاصل العاملة بهذا التمرين جيد 3 4 5 نحن نأخذ النفس نخرج من الفرر كامل 5 أخر 4 3 3 2 1 توقف نرجع نأخذ الدامبلز مرة ثانية ننسك القبضة الصحيحة القبضة الكاملة الدامبلز نمر الجولة الثالثة من تمرين تقوية العضلات السيدر توقف دامبلز 2 3 4 5 نفس 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 تنظيم النفس شيء جدا مهم عند اداء اي تمريم من تمرينات الرياضية توقف وقف 4 3 2 حسنا جيد تلمس الصدر بطلع كامل 2 3 4 جيد 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 5 5 أخر 4 3 2 توقف جيد وهيك بنكون خلصنا تمرينات تقويط عضلات الصدر باستخدام البار والدامبلز ونرجع لدنيا يدنيا موسيقى موسيقى